الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد في الحقيقة في بعض المصلين جزاؤنا الله خير وصونا إننا نتكلم عن بعض المسائل المفيدة والبنحتاج لها نحن كمسلمين وابنعتزر لهم إننا يعني مراد بيورون موضوع معين وبيطلبوا مننا إننا نتكلم في الموضوع وبنتأخر لأنه مراد بيكون عندنا مواضيع يعني قدامه أو أهم منه ومن هذه الأشياء يعني الطلبوه مننا إننا نتكلم عن حق عظيم وهو حق الجار قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب فحق الجار ثابت في القرآن وثابت في السنة أما في السنة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقرم جاره والأحاديث كثيرة في هذا الأمر وأنا دار أختصر ليك الموضوع في ثلاث أمور إكرام الجار يكون في ثلاثة أشياء الأمر الأول كف الأذى جارك ما تازعه بأي شيء لا تتكلم فيه بالغيبة ولا تخدت للوسخ جدا بيته ولا تنظر لمحارم ده كل من الأزى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قلنا من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقة يعني الجار ما بيأمن غدر النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن نفى عنه كمال الإيمان السبب إنه جار لا يأمن بوائقه عشان كده نمر واحد من إكرام الجار وإعطاء الجار حقه أن لا تؤذيه ما تازع جارك دي نمر واحد نمر اثنين بذلو الندى وده معناه إنك تكرم جارك وتقدم ليه جارك تشوفوا محتاج ليه شنو في بعضهم بيكون محتاج للمال ده تديه طوالي تنفق عليه مما أعطاك الله في واحد تاني ما داير مال دايرك تتبسم في وشو وتديه كلام طيب زل عنده قروش ما محتاج تب جنيه ما دايره منك لكن دايرك تبتسم في وشو في واحد تاني لا داير قروش ولا داير كلام زيدا دايرك تزور في بيته كونك زرت في بيته دي عنده حاجة كبيرة شديد فمن هذا الباب عليك أن تعلم ما يريد جارك جارك دا داير شنو أقرأ الوضع والله يا أخواننا جاري دا أموره صعبة تب وزول داير اللي قروش داير اللي هو نساء ولا داير اللي ضحيك ولا داير نأجي في البيزات أموره بايزة طوالي تكرمه تديو جارك حصلت ليه مصيبة فجد زول عزيز ما تلاقيه زول تجي تجيب جدام معاه وتجيب معاه في المصيبة وتخفف عنه الألم دا من حقه عليك دي من حقوق الجار إنك تبزول جارك عنده فرح تشارك في الفرح بمالك بنفسك برايك دا من حق الجار يا أخوان دا من صميمة دي في ناس بفرطوا في الأمر دا كتير ونمر ثلاثة أول حاجة قلنا كف الأذى وبذل الندى نمر ثلاثة والصبر على الأذى تصبر على الأذى الذي يصيبك من جارك إيه تجارك دا مرات بيصيبك منه أذى عادي جدا تلقى مثلا شغال بنيان طربي مثال وعنده أنغاط يكفل لك الشارع تصبر يا أخو دا ما زال جارك يا أخو يكون عنده ولد شليك كل ما تجيب لنبة جديدة يكسرها تمشي تجيب لنبة تركبها ما تعمل لك جوة طمعا تصبر إتا لو ما صبرت على جارك كده ما أكرمته عشان كده ربنا قال والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ودي تمامة ابتعد آية ربنا ذكر فيها صفات المتقين قال والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين يعني يا أخوان نجارك بتديو حقه بثلاثة حاجات باقتصار ونختم بيها الأولى قلنا إنك شنو كف الأذى ما تضر اتنين قلنا شنو بذل الندى تلاثة قلنا شنو الصبر على الآزة تعمل التلاثة ديل مع جارك وربنا يتقبل منا جميعا وجزاكم الله خير وصل اللهم وسلم علىنا من أحمد والله يا أخي يعني هذا موضوع مهم شديد نحن كانت تكلمنا عن مسألة أطفال الميقومة وتكلمنا عن مسألة انتشار الزنا وتكلمنا عن الأسباب اللي بتودين للموضوع دا عموما ومن هذه الأسباب ونحن كان نسيناها جزاكم الله خير ذكرتنا لي وهي الهواتف الزكية بتاعت اليومين ديل هواوي جلاكسي وغير في بعض الأسر أولادهم لسه ما مسؤولين وبناتهم بدوهم تلفونات في يدهم ويدوهم ينشطوا النيت ويخشوا البنات تلقوهم يتراسلوا مع الأولاد بعد شوية إذ قابلوا بعد شوية يحصل الزنا بسبب هذه الموبايلات فيه شرع عظيم لأنه في النهاية ما مميز ولا البت ما وعيا بشيلوا التلفونات وتلقوهم يحضروا في المسسلات وفي الأفلام الإباحية وناس مراهقين حيعملوا شنو في النهاية حيمشوا للرزيلة وتكون انتك ولأمر السببت في هذا الأمر عشان كده يا أخواننا لا بد نهتم بأولادنا وببناتنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعين وكلكم مسؤولون عن رعيتي جزاكم الله خير والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر